جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومعالي السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تم خلاله بحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والسبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات وقد أشهد جلالة الملك المفدى خلال الاتصال بمواقف جمهورية باكستان الإسلامية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتعاونها المستمر مع دول المنطقة لما فيه الخير والاستقرار وقد أكد عاهل البلاد المفدى حرص البلدين الصديقين على توثيق هذه العلاقات لما فيه صالح البلدين متمنيا جلالته لمعالي سيد محمد نواز شريف موفورة الصحة والسعادة والتوفيق والسداد ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر